اسمعوا خاصة في هذا الزمان أتغتر بغفلة الناس عن أنفسهم الآن جل المجتمعات يا لطيف في غفلة واتباعهم هواهم جل الخلق يتبعون الهوى اليوم ومساعدتهم الشيطان يساعدون الشيطان الآن ذلك الشيطان المنافق والفاسق تراهم استريحاً بديناً سميناً لأنه جعل هذا إنسان كالحمار يركبه اذهب من هنا بيسمعك أما الشيطان المؤمن في تعب قال له خلاص صلي في بيتك قال له لماذا بني المسجد أحضر الآن الدرس علي يقول له لماذا أذهب إلى بيت الله هذا البيت للنسوان صلاة في البيت للنساء لا للرجال وهكذا 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 الله أكبر نعم قال ومساعدتهم الشيطان مع أن عذاب النار لا يخفف عنك معصية غيرك الله أكبر الله أكبر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة جلنا في حال الملأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقل عن الشيطان في الملأ في السر يصاحب الشيطان في السر يفتح الجوال والتيسبوك ويرى ما يرى ويخلو بالناس من غيبة ونميمة وطعن وأكل لحوم الناس والعياذ بالله طيب أنت يا من يعني تعصي الله في السر أتعتقد أن الله لا يراك في السر إن اعتقدت هذا كفرت إن اعتقدت هذا كفرت أن الله لا يراك كفرت طيب وين اعتقدت أنه يراك في سرك فلماذا جعلته أهونا الناظرين إليك أمام الناس ما فعلت المعصية في السر فعلت المعصية لماذا جعلت ربك أهونا الناظرين إليك ذلك كان شيخنا الشيخ حمد العربي الله يضرب على الوتر حساس تكلم عن خشية الله بالغيب كان دائما ما سمعت هذا منه كان دائما يضرب على هذا الوتر الخشية بالغيب ورقبة الله بالغيب أمام الناس جل الناس يضيرون التقوى والصلاح لكن في الغيب في السر هنا ترى التخبيصات نساء الله تعالى السلام ذلك هذا التنميذ الذي كان معظما عند شيخه وكان رفاقه يحسدونه فأراد شيخه أن يظهر فضله نعم لماذا يفضله على غيره فقال للتلامذة قال كل أحد منكم يذبح طيرا في مكان لا يراه في أحد فقالوا اليوم نسبقه فأسرعوا هذا دخل غرفة الحمام فالذبح وهذا ذهب إلى خقبة فالذبح وهذا إلا هذا التنميذ المفضل عند شيخه غاب وغاب 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 تلامذة كلهم جاءوا قالوا ذبحنا في هذا الطير في مكان لا يران فيه أحد ثم جاء وشمتوا به قالوا اليوم نحن سبقنا سبقنا فجاء بعد وقت طويل وهم يشمتون به جاءوا بيده الطير طير حي قال له شيخه لماذا لم تذبحوا قال لا قال يا سيدي أنت قل تذبحوا في مكان لا يراك في أحد لأنما وجدت مكان لا يران فيه ربي سبحانه وتعالى أينما ذهبت ربي مطلع علي فنظر الشيخ إلى التلامذة وقال لهم أعرفتم بماذا بماذا فضل عليكم هذا أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الله أكبر نعم قال أرأيت اسمعوا أيها الأحباب أرأيت لو كنت في يوم صائف شديد الحر نعم الله يرضى عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق حيث كان مع شدة الحر وشدة البرد يذكر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها وقالت إلهي قد أكل بعضي بعضا فأذن الله لها بنفسين جهنم نفس في الصيف ونفس في الشتاء فما ترونه من شدة البرد فهو من زمهرير جهنم وما ترونه من شدة الحرف فهو من فيح جهنم نفس هذا الشدة البرد الآن في بعض البلدان درجة حارة فيها دي تصل إلى أربعين تحت الصفر ها إلى أربعين درجة تحت الصفر قال هذا نفس من أنفاز جهنم وفي بعض البلدان في الصيف في الكويت في الصيف أحيانا تصل درجة حارة إلى السبعين ها إلى السبعين أما رأيتم ها أما رأيتم هذه الصور التي نشرها إلى حاويات القمامة ذابت من شدة الحرف في الكويت خزانات المياه على السطوح ذابت ما رأيتم هذا ها ما اطلعت على هذا عجب كيف فاتت كاذي ما أنه أشياء يعني جانبية ما تفوت هك إشارات السير إشارات السير أنا رأيتها في دبي ذابت من شدة الحرف السيارات هذه مقدمة السيارات والمؤخر هذه بلاستيك القوي جدا ذاب من شدته الحرف في الكويت هذا حصل كل هذا نفس من أنفاس نفس من أنفاس جهدنا أبدا نفس من أنفاس جهنم نسأل الله تعالى السلام أنحدث لني واحد كويتي يا أبو أحمد الله يرضى عنه قولوا آمين من أهل من أهل الخير والله عجب يعني أحسيبه من صاحب القلب الأول هذا أحسيبه والله حسيبه ما ما سمعت صاحب القلب الأول هذا الذي عمر بالتقوى حتى ينجر الخير إلى الخير يتفنن في عبادات عجيبة الشكل يذهب إلى بلاد إفريقية فيؤسس جمعيات هناك يعني جمعية الأيتام معروفة جمعية الأرمل معروفة لكن سمعت منه أسس جمعية فقط لرعاية أزواج وزوجات المسجونين كل واحد في السجن يذهب ويجعل غاتبا لزوجتي ولأولاده تفنى أم في بره في والدته وين هذا الدكتور غيث أديش هذا كلام حلو ألي هذا شيء مثل السحر كلام بيحكي ذاك مع كبار سنه عندما يكلم أمه الله أكبر والله شيء يأخذ بالألباب الحاصل حتى ما ننسى الشاهد لماذا ذكرنا هذا أبو أحمد الله يرضى عنه يحدثون عن أبيه أبوه يقول له كنا هذا كلام قبل أن يستخرج البترول هذا في خمسينيات والستينيات قال لو كنا قبل استخراج البترول ومجيء الكهرباء إلى الكويت في الصيف في النهار ما أحد يستطيع أن ينام ومن أراد أن يقيل في الصيف هناك يذهب إلى البحر إلى شط البحر فيرفع هذا القار الزورق يرفعه ويضع عودا بجانبه ليكون له الظل ثم يأتي ببساط يضعه على الماء ثم يأتي بغطاء لحاف مبلول في الماء ويتضجع على السطح حتى يستطيع أن ينام من جدة الحر والله هذا سمعته من هذا أبو أحمد هذا الكويتي